بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي في قناة انجليزي ابتدائي اهند اعتادي مع مسناء السماء قناتنا بتقدم المناهج الدراسية في اللغة الانجليزية من اول ابتدائي لتاني عددي اما الصفوف من ثلثة عدادة من ثلثة سنوية هتلاقيه موجودة معاك على قناتنا التانية قناة مستر يوسري عزة ان شاء الله النهاردة هنشتغل من كتاب جيم صفحة 168 ناخد ان شاء الله درسين اثنين وثلاثة من يونيت فور الوحدة الربعة اول حاجة عندنا الجزء في النادي الرياضي ده عنوان الجزء الاول من الدرس التاني at the sports club في النادي الرياضي look and read انظر واقرأ at the sports club في النادي الرياضي we have lots of fun نحن نمرح كثيرا we play نحن نلعب we jump نحن نقفز we skip ننط الحبل we run نحن نجري هنا هاني بيقول i kick the ball انا اشوت الكرة او انا اركل الكرة هنا هنقول هاني plays football هاني يلعب كرة القدم he is number 15 هو رقم 15 تي شيرت بتاعه رقم 15 he wears هو يرتدي a white shirt يعني هو يرتدي شيرت ابيض المفروض هنا كان يكتب تي شيرت تي شيرت الهو ده لكن شيرت يعني قميس يبقى كان المفروض هنا يقول he wears هو يرتدي a white تي شيرت يعني تي شيرت لونه ابيض and his shorts are green short لونه اخضر green هادي ازاي اللي لابسه مين هاني طيب هنشوف مين هنا هانا هانا بتقول i hit the ball هانا اضرب الكرة with my racket بمضربي racket يعني مضرب hit يعني يضرب هانا plays tennis هانا تلعب التنس she has a racket to hit هي لديها مضرب لتضرب به كرة التنس she hits the ball hard هي تضرب الكرة بشدة بقوة she likes to stay fit هي تحب ان تبقى او تظل لائقة بدنيا او رشيقة fit يعني لائقة بدنيا او رشيق هنشوف هنا بيقول this girl هذه الفتاة plays basketball تلعب كرة السلة ادي كرة السلة وادي الباسكت اللي هو السلة نفسها اللي بنضع فيها كرة السلة can you guess her name هل يمكن ان تخمن اسمها طبعا كلنا عارفين من الشخصية دي دي اميرة she throws the ball in the basket هي ترمي الكرة in the basket في الباسكت السلة and her team wins the game وفريقها يفوز بالمباراة هنا اميرة بتقول i throw the ball انا ارمي الكرة طبعا انت لاحظت هنا ان في كلمات باللون الاحمد طيب تعال نركز على الكلمات دي علشان نعرف extra vocabulary المزيد من المفردات sports club يعني نادي رياضي sports club نادي رياضي club يعني نادي run 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 يجري hard hard بقوة لما قلنا ان هي بتضرب الكرة بقوة hard game مباراة game مباراة play يلعب ده طبعا v يعني verb number number رقم number رقم stay fit stay fit يبقى رشيقا يظل رشيقا fit jump jump يقفز jump يقفز where 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 يرتدي where يرتدي يرتدي او يلبس guess guess يخمن guess يخمن verb skip skip يعني ينط الحبل skip ينط الحبل racket 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 مضرب لو قلنا اتنين مضربين اتنين هيبقى rackets win win يعني يفوز win يفوز بعد كده هنشوف صفحة هنا practice في التدريب بيقول on listen to a على الدرس التاني الجزء الاول اللي احنا اخدنا read and put true or false يعني اقرأ اه وضع صحة او خطأ number one we can play sport at the sports club يعني نحن نستطيع we can نحن نستطيع ان نلعب play sport نلعب رياضة add the sports club في النادي الرياضي طبعا اكيد مع الماضي صحيحة يبقى نضع هنا علامة صح اوكي نستطيع ان نلعب في النادي الرياض number two honey is number eleven in the team honey رقم 11 in the team في الفريق هل هاني رقم 11 لا هاني رقم 15 يعني 15 يبقى هنضع هنا ايه false خطأ العبارة دي خطأ number three hana has a racket to hit the ball هنى لديها مضرب لتضرب الكرة ايوه هنى بتلعب تنس وعلشان كده عندها مضرب تضرب بيه الكرة يبقى العبارة دي ايه true هنضع علامة صحيحة هنا طيب number four هاني wears red short هنا بيقول يبتدي شورت احمر لكن هو بيبتدي شورت اخضر يبقى العبارة دي ايه false خطأ طيب هنشوف هنا بيقول read and write the character يعني اقرب واكتب الشخصية he is number 15 هو رقم 15 مين كان هو اسمه ايه هاني يبقى هنكتب هنا هاني ولاحظ انك لازم تبدأ بحر كبتك علشان ده اسم شخص number two she plays tennis هي تلعب التنس مين بتلعب التنس اخته اللي هي مين هنى هادي هنى number three he wears a white shirt and green shorts هو يبتدي شورت ابيض وغرين شورت اخضر يبقى مين هاني هنكتب كدا هاني هادي هاني she likes to stay fit هي تحب ان تظل رشيقة مين هي اميرة هادي اميرة هي اللي تحب ان تظل رشيقة بعد كده هنا بيقول look انظر read اقرأ and complete واكمل عندنا كلمات هناخد منها ونكمل الفراغات دي الكلمات هي stay يعني يبقى او يظل ball كرة hit يضرب تنس لعبة التنس او كرة التنس اميرة بلايز اميرة كانت بتلعب ايه اميرة اميرة بلايز تنس يبقى نكتب كده تنس هادي تنس طيب هنا البنت دي اسمها اميرة وبتلعب تنس she has a racket to hit هي لديها مضرب لتضرب به الكرة يبقى عايزين نكتب hit الفعل hit يضرب she hits the هي تضرب تضرب ايه تضرب the ball الكرة يبقى نكتب ball كرة she likes to stay fit هي تحب ان تظل fit يعني رشيقة هادي فت بعد كده هنشوف هنا صفحة مية وسبعين عندنا الجزء التاني make a survey make a survey يعني نقوم بعمل استفتاء يعني ايه الكلام ده يعني نسأل اسئلة ونشوف اجابة الناس عليها ايه yes او no which game can you play اي لعبة انت تستطيع ان تلعبها هنا which كلمة استفهام بمعنى اي للتخيير look انظر read اقرأ and say وقل الولد هنا بيسأل بيقول can you play tennis هل تستطيعين ان تلعب بالتنس بيسأل البنت دي هي قالت yes i can نعم انا استطيع طيب هنشوف هنا بيقول can you swim هل تستطيع ان تسبح الولد بيقول no i can't واضح هو طبعا خلاص هيغرق فبيقول ايه لا انا لا استطيع بعد كده هنشوف هنا صفحة مية وحد وسبعين practice عندنا تدريب سلة ايوه يبقى هنقول هنا take right نضع هنا علامة صحة عند yes يبقى هنجيب كده علامة صحة هنا ونقول ايوه المعلومة اللي قلناها دي صحيحة بعد number two اميرا can do karate اميرا تستطيع ان تلعب الكاراتي she can't swim هي لا تستطيع ان تسبح نشوف اميرا في اميرا اهيه لا دي اميرا بتسبح يبقى العبارة دي خطأ طيب طالما هي خطأ no لا تنطبق على الشكل المرسوم قدامنا يبقى هنضع علامة صحة عن no اهيه number three she can't play tennis هي لا تستطيع ان تلعب التنس فين هنا هذه هنا ايه فعلا تستطيع ان تلعب كرة القدم اهيه معها في كرة قدم يبقى هنضع علامة صحة طيب بعد كده number four عادل can swim عادل يستطيع ان يسبح he can't play tennis هو لا يستطيع ان يلعب التنس فين عادل عم عادله ده معه مضرب وطالما معه مضربه كرة تنس اهي موجودة يبقى العبارة دي خاطئة هو مش بيسبح هو بيلعب تنس يبقى نضع هنا العلامة علامة صحة عند no عند no اوكي بعد كده number two انظر واكمل هنا هنقول she can هي تستطيع هي تستطيع تعمل ايه تسبح ايه هي she can't swim هنكتب كده هي تستطيع ان تسبح طيب لو قلنا she can't هي لا تستطيع هي لا تستطيع ايه ان لا تستطيع ان تلعب كرة القدم اهي وقفة ومحتارة بتفكر يبقى she can't play she can't play i play football فوتبول فوتبول كرة القدم بعد كده number two عندنا برضو صرتين she can هي تستطيع هي تستطيع هي تستطيع هنا تعمل ايه تلعب تنس هنقول play ادي play تنس ادي تنس تستطيع ان تلعب تنس she can't هي لا تستطيع لا تستطيع ان تلعب ايه باسكتبول باسكتبول يبقى نقول ايه do karate عندما نيجي نقول karate نقول do karate ادي do karate ما نقوش play karate نقول do karate يعني يلعب الكاراتي طيب he can't هو لا يستطيع شايفين هو بيعمل ايه هو كده بيطلب النردة خلاص هي بقى he can't swim هو لا يستطيع ان يسبح number four he can هو يستطيع هنا مين فيهم يقدر يلعب اللعبة هادي ده يبقى نقول he can't play tennis يعني يكتب كده play tennis هادي tennis he can't play tennis طيب he can't هو لا يستطيع هنا بيعمل ايه اه واقفه محتار وعنده كرة قدم يبقى he can't play football هادي play football فوتبول كرة القدم بعد كده number three بيقول copy the following يعني انسف التالي بخطك الجميل هتكتب هنا تاني i can't swim اوكي طيب هنشوف بعد كده هنا practice على الدرس التاني look انظر read اقرأ and put right or wrong او true or false ضع صحة او خطأ عندنا جدول هنا وعندنا فيه جمل الجمل بتقول ايه علي can't play tennis علي يستطيع ان يلعب التنس فين هادي هادي يستطيع ان يلعب التنس ايوا هادي كلمة تنس لعبة التنس ومحتوط هنا علامة صح يبقى هنقول هنقول ان العبارة دي صحيحة هادي نضع هنا علامة صح بيقول سمر can't swim سمر لا تستطيع ان تسبح فين سمر هادي سمر فين swimming هادي swimming لا ده هو بيقول تستطيع ان تسبح علامة صح بيقول هي تقدر تسبح لكن هنا بيقول can't يبقى العبارة دي خطأ اوكي طيب number three جملة التالتة نوها can play basketball تستطيع ان تلعب basketball فين نوها هادي نوها فين basketball هادي عندها علامة صح يبقى ايوة فعلا العبارة دي صحيحة هي تقدر تلعب basketball بعد كده number four هاني can't swim هاني لا يستطيع ان يسبح فين هاني هادي هاني لا يستطيع ان يسبح فين swimming هي swimming سباحة لا هو كده عنده علامة صح يعني يستطيع ان يسبح يبقى هنضع هنا علامة ايه false يعني خطأ هادي كده هنشوف look again and choose انظر ثانية انه اختار علي ما له هنقول can ولا can't play basketball علي يستطيع ولا لا يستطيع ان يلعب basketball ان يرجع ثاني لا عمنا علي اهو فين basketball اهي basketball لا عنده علامة خطأ يبقى هو لا يستطيع يبقى هنختار ايه can't لا يستطيع يعني can't number two summer can سمار تستطيع play tennis تلعب تنس ولا سوام نرجع علي سامر فين سامر اهي هنقول بالنسبة سامر تقدر تلعب تنس ولا تقدر تسبح نشوف سامر عندها علامة صح عند ايه عند السباحة يبقى نقول سامر تنس هي تستطيع ان تسبح number three نوها ولا هاني can't سوامر مين فيهم لا يستطيع ان يسبح يبقى لازم نشوف الاتنين نوها فين نوها ادي نوها فين swimming هنا swimming ادي swimming يبقى نوها لا تستطيع ان تسبح طيب وهاني لا هاني يستطيع ان يسبح عشان كده عنده علامة صح يبقى هنقول هنا نوها كانت شايفين كانت هنا لا تستطيع يبقى نوها هي اللي لا تستطيع ان تسبح number four هاني can play هاني لا يستطيع ان يلعب ايه باسكتبول ولا تنس نرجع لهاني فين هاني لا يستطيع ان يلعب ايه لا يستطيع ان يلعب تنس لكن هو يقدر يلعب باسكتبول وكمان يصبح يبقى هنقول تنس الاجابات في السؤال ده والسؤال اللي قبله معتمد على الجدول number three look and complete انظر واكمل he can play هو يستطيع ان يلعب يلعب ايه ده الرياضة دي اسمها تنس طيب يلا نكتب تنس عارفين اسهل طريقة هي ايه هنكتب تن اللي هو رقم عشر بعد كده هنكتب ان تاني و اي اس خلاص دي تبقى تنس she هنا سوام عايزين نقول تستطيع ولا لا تستطيع لا طبعا شكلها لا تستطيع الميام ترداشة وهي رفع اذهب تطلب النجدة يبقى she can't هادي كانت هي لا تستطيع ان تسبح هنا بيقول test yourself اختبر نفسك on lesson 2 على الدرس التاني listening استماع listen and complete استماع واكمل عندنا سارة بتسأل هنا تقول لها can you play tennis هل تستطيع ان تلعب تنس هادي تنس طيب هنا قلت لها yes i can نعم هنكتب هنا can number 2 read and put true or false يعني اقرأ وضع صحة او خطأ my name is hana اسمي hana i go to the sports club انا اذهب الى النادي الرياضي i play tennis انا العب التنس i hit the ball with the racket hard انا اضرب الكرة بالمضرب hard بقوة او بشدة my brother hany اخي هاني plays football يلعب كرة القدم his number is 8 رقم 8 his team يعني فريقه وينزا جيمز يعني يفوز بالمباريات number one hana plays football as the club hana تلعب كرة القدم في النادي الاسئلة دي على الفقرة دي طيب هنا قالت hana بتلعب ايه بتلعب تنس يعني العبارة دي false خطأ هنجيب كده علامة خطأ لا ده هنا بتلعب تنس مش بتلعب فوتبول اوكي طيب بعد كده number two hany's number is eight رقم هاني هو تمانية ايوه اهو eight يبقى العبارة دي true صحيحة number three بتقول ايه هانيز تيم فريق هاني ماله is good at football جيد في كرة القدم ايوه هم بيلعبوا كرة قدم جيد وكمان بيفوزوا بالمباريات يعني العبارة دي true صحيحة number four بتقول هانيز تيم يعني فريق هاني وينزا جيم يفوز بالمباراة ايوه احنا لسا يدين المعلومة دي يبقى فريق هاني فعلا بيفوز بالمباريات بعد كده هنا writing الكتابة read and answer اقرأ واجب can you swim هل تستطيع ان تصبح شايفين الوجه ده الوجه ده حزين يبقى اكيد الاجابة لا يبقى can you swim هتقول ايه no i can't لما حد يسألنا can هقول يامة no يامة yes لازم بعد no او yes لازم نكتب come اللي هي الفاصلة دي اللي هي الوجه الصغيرة دي يبقى no i can't لا انا لا استطيع طيب هنا can you jump هل تستطيع ان تقفز هل تستطيع ان تطط الحبل الوجه ده حزين نعم الا استطيع هيء نعم هذي نا انا لا استطيع طيب هنا can you kick the balls هل تستطيع ان ترك القرة تشوت الكلة اه هو هنا وجه مسرور جدا اتmi هيء نعم انا استطيع انا قفز انتطب lleg طيب بعد كده درس الثالث الجزء الأول منه قراءة ممكن عدري ذاك تاخد استراحة كده وترجع لنا تاني إن شاء الله عشان نكمل مع بعض انظر وإقرأ هنا بيقول إيه الولد ده اسمي ياسر أنا أستطيع أن ألعب كرة القدم أنا ألعب في فريق أنا أركل الكرة أو أنا أشوت الكرة أنا أجري بسرعة إنه جميل أو نمرح عندما نلعب الكرة هنا البنت دي بتقول إيه اسمي جانا أنا أستطيع أن ألعب بسكتبول كرة السلة هذه كرة السلة أنا ألعب في فريق أنا أرمي الكرة أنا أضعها في سلة أنا أجري بسرعة أيضا هنا بيقول إكسرا فوكابلري المزيد من المفردات زي team team فريق team فريق put put يعني يضع لا طبعا the verb fun ممتع basket يعني سلة هنشوف بعد كده practice تدريب on lesson 3A على الدرس التالي الجزء read again and put true or false يعني اقرأ ثانية وضع صحة أو خطأ number one ياسر can play football ياسر يستطيع أن يلعب كرة القدم أيوة العبارة دي صحيحة إحنا أرينا في الصفحة اللي قبل دي أن ياسر بيلعب كرة القدم طيب بعد كده number two he can't run fast هو لا يستطيع أن يجري بسرعة لا طبعا إزاي بيجري إزاي يلعب كرة القدم هو لا يستطيع أن يجري لا يبقى العبارة دي false خطأ number three jana can't play basketball jana لا تستطيع أن تلعب بسكتبول لا إزاي هي تلعب بسكتبول كرة سلة جيدا هي بقى نضع هنا wrong أو false العبارة خطأ number four she can't run fast هي تستطيع أن تجري بسرعة أيوة هي قالت العبارة دي قالت I can run fast to أيضا يبقى العبارة صحيحة يعني true number two look انظر read اقرأ and answer وأجب who plays basketball من يلعب كرة بسكتبول السلة هذه من فيهم طبعا jana يبقى نكتب هنا jana هذه jana لازم نبدأ بحر كبد طيب number two can yasir kick the ball هل يستطيع ياسر أن يركل الكرة يشوت الكرة أيوة أهو ياسر يستطيع يبقى نقول yes and yes وقوم ونقول he yes he can نعم هو يستطيع and he can yes he can نعم هو يستطيع number three where does jana put the ball where يعني أين أين تضع jana الكرة in the basket في كرة في السلة number four can yasir run fast هل يستطيع ياسر أن يجري بسرعة yes he can نعم هو يستطيع and yes وبعد كده هنقول he can he can نعم هو يستطيع number three write about your favorite sport يعني أكتب عن رياضتك المفضلة ممكن تقول ايه اول حاجة هتقول I like أنا أحب ايه فوتبول هذه فوتبول كرة القدم بتقدر تقول أي لعبة تانية ممكن تقول I like tennis اوكي هنا بتقول مثلا I can run fast أنا أستطيع أن أجري بسرعة خلاص ممكن تقول هنا I'm number ten أنا رقم عشرة اوكي كده كتبنا عن رياضتي المفضلة اللي هي فوتبول ممكن تكتب عن اي رياضة تاني غيرها بي الجزء التاني من درس التالت بيقول connect with math يعني تواصل مع رياضية learn to count with بيزي بي يعني تعلم كيف تعد مع بيزي بي النحلة المشغولة listen and say استمع وقل هنتكلم النهاردة عن numbers numbers الأرقام أخذنا الأرقام قبل عن كده النهاردة ان شاء الله هناخد من أول الرقم ten وبعد كده twenty وهكذا هنشوف مع بعض أول حاجة ten رقم عشرة ten طيب عشرين يعني twenty twenty عشرين twenty طيب ثلاثين يعني thirty thirty تي اتش هنا تنطق ث thirty هنا twenty اخرها y thirty اخرها y يعني ثلاثين طيب تعلم نشوف forty forty أربعين هذه كمان اخرها y fifty خمسين fifty خمسين ساكستي ستين ساكستي ستين ساكستي سابعين ساكستي سابعين ايتي تامنين ايتي تامنين ناينتي تسعين ناينتي تسعين بعد كده one hundred يعني مئة يبقى خدنا من عشرة لحد مئة ten twenty thirty forty fifty ساكستي 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 ايتي ناينتي كل دول آخرهم حرف وار بعد كده one hundred اللي هي مئة طيب تعال نشوف علشان نتعامل مع الأرقم دي بنستخدم ايه بنستخدم بلاس يعني زائد علامة الجمع بنقول two بلاس three يعني اثنين زائد ثلاثة equals five يعني تساوي خمسة طيب العلامة دي اسمها ايه minus minus اللي هي علامة ناقص علامة الطرح ten minus two عشرة ناقص اثنين equals تساوي eight تمانين هنا بيقول unscramble and write يعني قعد الترتيب اكتوب عندنا هنا ارقام وانت هتكتبها هنا بالحروف بس ان شاء الله هندي لك فرصة تحفظ الارقام دي عشان تعرف ترتبها هنا صح هنا seventy ten ninety practice تدريب on lesson three b على الدرس الثالث الجزء b هنا بيقول calculate and choose احسب واختر تعال نقرأ مع بعض المسائل دي هنقول eight ten plus twenty equals يعني عشرة زائد عشرين يساوي كام طبعا thirty تلاتين هنا one hundred minus thirty يعني مائة ناقص تلاتين equals يساوي كام seventy سابعين thirty plus twenty تلاتين زائد عشرين equals تساوي كام fifty خمسين eighty minus sixty يعني ثمانين ناقص ستين يساوي equals يعني يساوي كام twenty عشرين calculate and write يعني احسب واكتب twenty plus twenty عشرين زائد عشرين equals تساوي تساوي كام forty يعني أربعين تعال نكتب forty هذه forty أربعين number two ninety تسعين minus ten ناقص عشرة equals تساوي eighty يعني تمانين هذه ايتي تمانين forty هي أربعين بلس زائد ten equals أربعين زائد عشرة equals يساوي fifty يعني خمسين ten بلس سكستي عشرة زائد ستين equals سبنتي يعني سبعين هنا بأنريد اقرأ وأكمل عندنا هنا أرقام بس مكتوبة بالحروف forty أربعين سكستي ستين one hundred مئة seventy سبعين one hundred يعني مئة مينس ناقص thirty ناقص ثلاثين يساوي ايه مئة ناقص ثلاثين تساوي سبنتي هاتساوي سبنتي هذه كلمة سبنتي هنكتبها هنا هذه سبنتي يعني سبعين طيب هنا سبنتي سبعين مينس ناقص ten عشرة يبقى سبعين ناقص عشرة يساوي ايه ستين ستين يعني سكستي هذه سكستي يعني ستين أوكي طيب بعد كده forty أربعين بلاس 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 يعني زائد سكستي ستين أربعين زائد ستين يسوي كام 100 أربعين وستين يعني ماء هنكتب كده 100 يعني 100 هذي 100 ناقص 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 لهي كام 20 بلاس 20 زائد 20 زائد 20 يسوي كام 40 يعني أربعين هذي 40 أربعين هنا براكتس تدريب على لسن 3 على الدرس الثالث انظر واكتب الحروف الناقصة هنا عندنا 70 هنكتب كده 70 ايه الحرف الناقصة موجودة عندك يبقى 70 طيب هنا 30 عايزين حرف وكمان حرف أر أما هنا 20 عايزين حرف وحرف و هنا عندنا 90 نحتاجين حرف وكمان عرف ت نمبر توم بيقول انظر اقرأ واختر عندنا اتنين ياسر وجنا ياسر يستطيع أن يلعب 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 ياسر يلعب كده كرة القدم ياسر يستطيع أن يركل الكرة بقوة ولا لا طبعا يستطيع يبقى نول كان نمبر ثري جنا ولا ياسر كان بلاي باسكتبول يستطيع أن يلعب باسكتبول مين فيهم طبعا جنا نمبر فور جنا كان جنا تستطيع هت تضرب أو ترمي بالنسبة لكرة السلة نعمل نرمي الكرة يعني نظر و أكتب عندنا هنا أرقام عايزين نكتبها حروف هنكتب هنا 10 رقم اللي بعد رقم كم ده 50 يعني 50 أما ده 70 يعني 70 أما ده اسم 40 40 40 تست اختبر نفسك على الدرس الثالث استماع استمع وأكمل أي بيكلم مع بي بيقول What do you do ماذا تفعل What do you do قال له هاي بلاي باسكتبول هذه باسكتبول يعني كرة السلة قراءة read and match اقرأ وصل عندنا أرقام وعندنا الحروف هنكتب هنا ونوصل هنوصل هنقول 40 40 يعني 40 هذه 40 70 70 90 90 100 100 سهلين جدا بعد كده writing الكتابة look and complete انظر وأكمل هي تستطيع أن ترمي الكرة فين يبقى هنكتب باسكت هنا باسكت اللي هي السلة هذه باسكت السلة بعد كده number two بيقول هو يحب لعب ايه فوتبول كرة القدم هذه فوتبول كرة القدم كده احنا خلصنا الدرسين اثنين وثلاثة وصلنا حد صفحة 180 ان شاء الله نكمل مع بعض منهجنا تابعنا انت وكل حبيبك وقريبك لنقول ابتدائي لتلت سنوي على قناوتنا التعليمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا